لجنة الميزانيات والحساب الختامي ناقشت خلال اجتماع لها الحساب الختامي لوزارة الخارجية لسنة المالية 2015-2016 مؤكدة أن مصروفات البعثات الدبلوماسية ارتفعت إلى 547 مليون دينار كويتي وأشارت اللجنة على لسان رئيسها النأب عدنان عبدالصمد إلى أن الحساب الختامي للخارجية لا يعبر بشكل واقعي عن المصروفات مؤكدة وجود مبالغ صرفت على أعمال لم يتم تأديتها